البقاع احدى اكبر المحافظات اللبنانية مساحة سلسلة لبنان الشرقية والغربية جعلت منه سهلا يمتد بطول 180 كم وعرض يتفوت بين 10 و 28 كم وهذا ما يفسر صعوبة التعامل عسكريا مع هذه المنطقة تقصب استهدافات الجيش الاسرائيلي إلى ثلاثة مستويات جغرافية المستوى الاول عند حدود السهل على الاستراد العام والطرقات الفرعية كهذه المنازل والمحال التجارية والسيارات المركونة على جانبي الطرقات المستوى الثاني هو على سفوح هذه الجبال جهة شرقي وغربي مدينة بعلبك بلدات سكانية غالبية أهلها من المزارعين والصناعيين يعملون في هذه الأراضي الزراعية والتي أيضا تعرضت للاستهداف والقصف تماما كما تعرض هذا المعمل للاستهداف وأيضا كما مصالح صناعية أخرى لبقاعيين المستوى الجغرافي الثالث هو في أعالي هذه الجبال جزء منها منازل صيفية لا يتردد إليها أصحابها إلا في فصل الصيف أما نقاط الأخرى فهي أراض مفتوحة جرداء لكن تستهدفها الطائرات الإسرائيلية مرات ومرات لا شك أن جيش الاحتلال يبحث عن أهداف ويطوق إليها في جغرافيا معقدة لا تساعده أبدا لكن حديثه عن استهداف الآلاف منها محضو كذب وبروباجندا تتحدها الجولات الميدانية لهذه الاستهدافات أحمد طه البقاع شرق لبنان الميادين